احكام الصيام والشرب وعن ادخال كل ما له حجم ولو صغيرة سواء كان مغذيا او غير مغذيا الى الرأس او البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والانف والقبل والدبر من الفجر الى المغرب ومن اكل او شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر وهذا في رمضان وغيره ففي الحديث الصحيح من ناسيا وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ومن يشرب السيجارة او الارجيلة يفطر وكذلك من يستعمل بخاخة الربو فانه يفطر ايضا لان هذه ينفصل عنها ذرات تدخل الى جوف من يتعطاها ولا يفطر الصائم مهما بلع ريقه مدام الريق متصلا باللسان شرط ان يكون صرفا او غير متغير اما اذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر او شيء من الطعام او الشراب او غير ذلك افطر فعلى الصائم اذا نظف اسنانه ان يتمضمض ويبسق حتى يصير ريقه خالصا من معجون الاسنان قبل ان يبلع ريقه ولا يضر بقاء الرائحة والاستقاءة وهو اخراج القيء اي الاستفراغ عمدا مفطر وان لم يرجع منه شيء الى الجوف واما من غلبه القيء ولم يبلع منه شيئا باختياره فلا يفطر ولكن يطهر فمه قبل ان يبلع ريقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء اي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي والقطرة في الانف والاذن مفطرة اذا وصل الدواء الى الجوف واما القطرة في العين فهي غير مفطرة وكذلك الابرة في الجلد او الشريان او العضل لا تفطر كما ان سحب الدم للتبرع او لاجراء التحاليل الطبية غير مفطر وكذلك ابرة البنج في اللثة لا تفطر شرط ان لا يبلع شيئا من السوائل بطريق العمد واما تعاطي التحاميل والحقن الشرجية فهو مفطر ومن استيقظ جنوبا في رمضان وكان قد نوى الصيام قبل الفجر فانه يصوم نهاره ويغتسل لاجل الصلاة فعن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من اهله ثم يغتسل ويصوم والصائم النائم اذا احتلم فلا يفطر بخلاف خروج المني منه بالاستمناء او التقبيل ونحوه فان ذلك مفطر ولا يجب الصيام على الحائض ولا يصح منها ويجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام بسبب الحيض ولو صامت حال وجود الدم فعليها اثم وعليها القضاء اما اذا امتنعت عن الاكل والشرب بدون نية الصيام فلا اثم عليها وعلى الحائض اذا انقطعت دم ليلة الصيام قبل الفجر ان تنوي صيام اليوم التالي من رمضان وان لم تغتسل والمرأة الصائمة اذا طرأ عليها حيض قبل الغروب افطرت وعليها القضاء ومن مفسدات الصيام الوقوع في الكفر ولو كان الشخص مازحا او غاضبا لانه لا تصح العبادة من الكافر فمن وقع في الكفر وهو صائم فسد صومه وعليه الرجوع فورا الى الاسلام بالنطق بالشهادتين والامساك بقية النهار ثم القضاء بعد يوم العيد فورا